من رحم المعاناة يولد الأمل وسط عائلة كادحة تناظل من أجل توفير لكمة العيش وفي بيت شيد من طين بمنطقة نائية تفتقر لأبسط مقاومات الحياة تبعد عن قضاء قلعة سكر التابعة لمحافظة ذيقار نحو 18 كيلو مترا نبغ حسن محسن معيوث الطالب الأول على العراق في الدراسة الإعدادية الذي تحدى نفسه قبل أن يتحدى ظروفه فحصل على معدل 99.86 يؤهله لتحقيق حلومه في أن يكون طبيبا لم تسنه مسافة العشرين كيلو مترا التي يقطعها للوصول إلى مدرسته ولا الطريق الطيني ولا النور الخافت للفانوس الذي يدرس عليه عن مواصلة دربه في ثانوية الطف التي يمشي إليها فضرب مثلا لتحديه الصعاب وتحقيق حلومه مهما كانت الصعوبات حسن وبعد سيل الهدايا التي منحت له تكريما لتفوقه قرر أن يتبرع بالمنح والهدايا التي حصل عليها لبناء مدرسة في قريته كي لا تتكرر معاناته مع متفوقين مثله باعتبار أن الرحلة اليومية المضنية التي كان يقطعها ذهابا وإيابا صيفا وشتاءا إلى المدرسة ربما تقتل الطموحة عند بعض اليائسين هكذا كان عطاء حسن الذي جاء على قدر إيمانه بمستقبل وطنه الكبير العراق فقوى أي بلد تنبع من قدرة شبابه على العطاء بلا حدود والبذل بلا قيود